يحل اليوم محاققون من مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكية الاف بي اي بالجزائر للتحقيق في حادثة الاعتداء على محاطة الغازة بتيجن تورينا وسيستمع المحاققون إلى أربعة إرهابيين تم القبض عليهم خلال عملية التدخل التي قابت بها قوات الجيش الوطني الشعبي وهم ثلاثة جزائريين وتونسية زيارة الوفد الأمريكية تأتي في إطار إنابة قضائية مواصلة للتحقيقات التي بشرتها جهزة الأمن الأمريكية حول الحادثة والتي أدت لمقتل ثلاثة من رعاياها ويحدد الإنابة القضائية قانون الإجراءات الجزائرية في مداته رقم 721 من بابه الثاني والمتعلق بالإنابات القضائية وتبلغ أوراق الأحكام والذي يمكن أي سلطة أجنبية من أن تحل في بلد آخر لإجراء تحقيقات كما يجب أن تكون هذه الإنابة عن طريق الدبلوماسية ووزارة الخارجية ترجمة نانسي قنقر